وتعطى انه يدي روح لصورة الوحشة وانه يقتل كل من لا يعبده او لا يسجد له ويخلي الصوير والكبير الاغنية والفقرة الاحرار والعبيد يتحط لهم علامة على اليد اليمين او على الجبهة وانه محدش يقدر يشتري ولا يبيع الا اللي له العلامة او اسم الوحش او عدد اسمه وهنا الحكمة اللي عنده حكمة خليه يحسب عدد الوحش لانه عدد انسان والعدد بتاعه ده هو 666 بيبتدي بقرأة الجزء ده من سفر الرؤية وبعدين بيعلق بيقول اهلا بيكو اسمي دانيال توريس ودي قناة بتاعتي اهلا بيكو وانه مش قصدي بالفيديو ده انه يبقى وعظة اه لكن اه تعليم او تعليم يعني مذهبي مؤسس اه لكن مجرد هو نظرية او رأي اه نظرية بتستند الى رؤية مستقبلة لسفر الرؤية اه في البعض بيعتقد ان سفر الرؤية بيصور كل الاحداث اللي حصلت للكنيسة من يوم تأسسها يوم الخمسين حوالي سنة اه او عبر حوالي الفين سنة وبيعتقدوا ان كل احداث اه نهاية العالم هي اللي بيحصل اه طول تاريخ الكنيسة والاتجاه ده اسمه اه وعشان كده بالنسبة للاشخاص دول او لكتير من الاشخاص دول فعلامة الوحش هي اه شيء حدث بالفعل فكثير منهم بيعتقدوا مثلا ان الوحش كان هو الامبراطور الروماني نيرون والنازي عندهم يعني وجهة نظر معقولة من حيث ان كتب التاريخ بتقول ان الامبراطور نيرون كان رجل دموي للغاية كتبت كتب التاريخ ان لقب الامبراطور نيرون كان فعلا الوحش وده لان هذا الشخص كان وحشي للغاية R6 Pro مثلا راعي مشيخي متوفي ومعلم ممتاز للكلمة انا كتير عجبت بعمله الاسيس ده كان من هذا الاتجاه الفكري وفي البعض بيعتقدوا ان سفر الرؤية بيروي الاحداث اللي تحصل للجيل اللي حيعيش قبل ما جاء المسيح الساني والاتجاه ده اسمه الفوتوريزمو او الاتجاه المستقبلي وتفسير الشخصي ايه فيهم يعني صحة اذا كان الماضي او المستقبل انا احتفظ بالرأي الشخصي بتاعي ده اللي بعدين لقلنا انا مش هدفي في الفيديو ده ان انا اكد او اطحض اي من الموقفين ببساطة يعني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واللي هكلمكو عليه النهاردة هي نظرية مسيرة للاهتمام وبتحط يعني قواعد جيدة او قواعد مدهشة لكن انا لا هاكد ولا هنكر النظرية دي ولا اقول ان هي النظرية الصحيحة او لا لكن انا هسيبك انت بنفسك تحكم على نفسك بتحكم بنفسك بناء على الا 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 او زي ما بقولك ان الفيديو ده هو مجرد تعليق على نظرية مبنية على موقف او تفسير مستقبلي لنهاية العالم بناء على رؤية 13 وعلامة الوحش المذكورة فيه خليني بس الاول اعرفك بنفسي بصورة افضل اسمي دانيل توريس وانا مكرس لترجمة النصوص المسيحية الدينية القديمة من الانجليزي للاسباني نصوص مسيحية ووعزات مسيحية يعني هو بيترجم النصوص وبعض النصوص اه اه قام بنشرها في امازون وبيقول لو تحب تقدر تشتري في القناة بتاعتي اللي اسمها المسارات القديمة اللي هو عاملها عن الموضوع ده او متخصصة في تخصصه ده وده المكان اللي انا بشارك فيه مقاطع الفيديو اه اللي بتكلم عن هذه النصوص اه وخصوص النصوص القديمة للكنيسة اه اللي بتحكم اعتمد عليها او بترجع لها الكنيسة الحديثة. اه وحسيب في وصفة هذا الفيديو رابط للقناة دي اللي انا بقول لك عليها لو حابب بتشترك فيها. اه نرجع بقى لنقطة بتاعتنا. اه النقطة الامور اللي بتا يعني المبدأ اللي بيقول ان هو الغية تبرر الوسيلة. الحقيقة ان في عدة لغات المسل ده مشهور او المقولة دي مشهورة. اه ما فدها ان الغية تبرر الوسيلة في السياسة في الاقتصاد في الاخلاق. يعني بمعنى ان لما يكون الهدف النهائي اه مهم. فيبقى اي وسيلة للوصول له بتبقى اوكي. ما قبولة يعني. ليه لان الغية تبرر الوسيلة. اه افترض ان التفسير المستقبلي اه اه فيما اه يعني يتعلق بسفر الرؤية والصحة 13. اه هو اللي هنتكلم علي دلوقتي. في الحالة وحنفترض انه صح يعني. اه في الحالة دي حيبقى احنا في المستقبل حنحتاج الى علامة على الايد او على الجبهة عشان اقدر اعيش في المجتمع. اه نفترض ان التفسير ده هو التفسير الصحيح. فايه افضل طريقة عشان الناس اللي عايزة تعمل كده تبيع الفكرة دي للجماهير يعني. اه. تفتكروا انها تبقى يعني فكرة كويس انه حق ان المسيح الدجال يقول لهم انا المسيح الدجال او انا ضد المسيح. وانا بأمرك انك تحط علامة الوحش دي. اه لاني عايز احظى بالسيطرة عن العالم والا هيمنع للكوكب بكله عشان ادمركو. اه. اه طبعا الفكرة دي مش هتمشي يعني. طب ايه الطريقة الجيدة يعني او كويسة عشان يعني يسوق الفكرته او ينفذ اللي هو عايزه. عشان يقدر انه يسيطر على كل الناس اللي بينضموا ليه. احنا في مجتمع واحد. هيقول لهم كده احنا في مجتمع واحد. اه مهم ان احنا نهتم كلنا ببعض. اه كل شخص يهتم بالشخص الاخر. ونهتم كلنا بعض. اه فمثلا لو انت عيان لو اه. وانت ما تعرفش انك عيان او عندك اعراض او. فممكن انت المفروض ان انت تحب قريبك تحب زميلك في الانسانية اخوك في الانسانية. واكيد انت مش هيستصيب الناس الاخرين. اه حتى لو يعني من غير ما تعرف عن غير اصد. وعشان كده المهم او ان يبقى في يعني علامة او. او في يعني نوع من السيطرة. عشان نتمكن كلنا من ان احنا اه نهتم بالمجتمع او نراعي المجتمع. وكل ده بدافع الحب اللي جارنا. اللي زميلك اللي اخونا في الانسانية. عشان كده اه مفروض ان انت تتقابل معنا اه يعني يعني تقابل معنا فكرة العلامة دي او السما. مع علامة خاصة وفريدة من نحة. وبتدينا حق ان احنا نعتني بنفسنا. وا اعتقد انا ان هي دي هتبقى الطريقة يعني او دي هتبقى طريقة كويسة اه اللي بيع الفكرة دي يعني اللي ضد المسيحي بيع بها فكرته او افكاره دي. في النهاية. ليه لان الغاية تبرر الوسيلة. فالناس اللي هتسمع الكلام ده والناس اللي أصابها الوباء فعندنا هنا المبدأ هو أن الغاية تبرر الوسيلة فبالنسبة للناس اللي خايفة من وباء يطلق العلانين في النهاية لتبرير الأمر من خلال وسائل الإعلام من خلال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة حقيقة أن العبارة دي لغاية تبرر الوسيلة بتنسب عادة إلى نيكولاس ميكافيلي وده كان فيلسوف سياسي إيطالي لكن في الحقيقة أن هذه العبارة استخدمها برضو نابليون بونافارت كتبها في النسخة بتاعته من كتاب الأمير اللي كتبه عن ميكافيلي في نهاية النسخة بتاعته من الكتاب ده كتب نابليون نفس العبارة لغاية تبرر الوسيلة وأكيد أنه بالنسبة للعديد من المستقبليين اللي بيؤملوا بالتفسير المستقبلي لسفر الرؤية فبالنسبة لهم كان برضو نابليون بونافارت نوع من الوحش على فكرة برضو نيرون ونيرون ونابليون اللي اتنين من ضمن الشخصيات ومعهم هيلة الاركمان اللي فعلا الكلام ده هو ما بيقولوش في ريديو أنا بعلق عليه هما فعلا من الشخصيات اللي طلعوا لهم أنهم عددهم يساوي برضو ستمية ستة وستين بيقول أن كلهم ما فيش يعني ممكن نقول أن دول كلهم كانوا أيضا نوع من آخر من الوحشة بناء على اتباعهم لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة الحقي نحن بنعيش أوقات مسلية ولطيفة جدا مع وسائل العلام حاليا حتى لو كان في ظروف مأساوية أحيانا لكنها مسيرة للاهتمام فيه اللي بيفكر لنا وبيفكر معنا ومهم أن نحن نعرف أن ما نشهده الآن هو مقدرة المقدمة فيه رائد كتب عن المجيء الثاني للمسيح أو مجيء المسيح الدجال أو مجيء ضد المسيح قبل مجيء المسيح الثاني وصفر الرؤية هذا الوضع كما يتم تصويره في سفر الرؤية ضد المسيح هو بالنسبة للتفسير سفر الرؤية هو شخصية سياسية عامة ممكن يكون حاكم عالمي حييجي ويحكم العالم كله وعشان إنسان يقدر يوصل لهذا العرش أو لهذه المكانة فهو بيحتاج إلى كثير من الدعم والمسندة من النخب القوية جدا في العالم اللي بيعرفوا إزاي يتعاملوا مع السياسة حيحتاج إلى كثير من الدعم في الواقع هذا الشخص يعني حيكون مدعوم من هذه القوة ويحتاج إلى قدر كبير أو من الدعم منهم من المهم أنك تكون سمعت عن عيلة روكفلر عيلة روكفلر من أقوى العائلات المؤسرة في العالم وعضاء مهمين جدا ومعترب بهم من قبل الأمم المتحدة وهما واضح جدا من أسر أسرية العالم بيتمتع بقدر كبير من السقل والأهمية في مجال الأعمال وفي مجال السياسة الأمريكية برضو واحدة من العائلات الأكثر نفوزا على المستوى العالمي في التاريخ الحديث تعتبر وتعتبر ودي يعني لهم قوة كبيرة ونفوز وشهرة كبيرة جدا ألهمت أكسرين يعني إنه ممكن يكونوا وراء نظريات المؤامرة أنا لا هأكد ولا هناقد الكلام ده لكن يعني هعرض لك الأمور وزي ما قلت في بداية هذا الفيديو هخليك أنت تبقى القاضي بنفسك وإنت اللي تحكم الجيل السادس من عائلة روكفلر هو يعني تقريبا هو اللي ماشي دلوقتي الجيل السادس منهم وأنهم في أجيالهم السابقة شاركوا في الحرب العالمية أو كان لهم دور في الحرب العالمية وكان لهم دور كبير أوي في الحصول على فوائد اقتصادية من خلال بيع الأسلحة والإمدادات للبلدين اللي كانت في حالة حرب خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ولعب دور كبير وكان مهمين جدا في مجال شركات الطاقة وخصوصا من خلال شركات النفط الخاصة بيهم والمجال النفطي بتاعهم على سبيل المثال بتتهم شركات عائلة روكفلر بتدعمها المالي لما يسمى بالثورة الخضراء أو التوسط الزراعي الكبير واستخدام يعني واكبوا استخدام مبيدات حشرية لقضاء على الأفات وكمان نشاطها البترولي والنفطي كبير ودي كلها شركات عائلية لكن دايما بيكون هدفها المعلن هو المحقق يعني من مثلا تعزيز الصحة لكن بيعتمدوا على مبدأ غاية تبرر الوسيلة وهم قاموا بتمويل الجمعية الطبية الأمريكية وبقوا يتحكموا في قرارات قراراتها اللي بتتخذ أو اللي بتتخذها هذه المؤسسات قرارات بتتخذ هذه المؤسسات لصالحهم أو لصالح شركات الأدوية اللي تابعهم في يناير مثلا 2019 حصل رفعت تم رفع دعوة قضائية من قبل أو يعني ضد الروكفلر أو شركاته عشان شاركوا في تجربة أصرت على أمراض تناسلية مختلفة أو تعلقت بأمراض من هذا النوع زي الزهري وسيلان عملوا تجارب دي على ألاف من أهل جواتيمالا في مايو 2010 وصدر في خصوص هذه الأمور أو في هذه العملية تقرير بالتعاون مع منظمة الأعمال العالمية أو شبكة الأعمال العالمية لمستقبل التكنولوجيا في الدوكيمين ده أو في الوصيقة دي فيه سيناريوهات كتيرة بيتم متح يعني سردها بنفهم من خلاله يعني بيعتمدوا على التكنولوجيا بيتطوروا بتكنولوجيا ودور التكنولوجيا في المستقبل فبيتكلم المستند دا عن أنه في خلال خمستاشرة وعشرين سنة افتداء من عام 2010 لحد تقريباً 2030 والكلام دا موجود في صفحة رقم 18 من المستند دا والتقرير دا بيكلمنا عن المستقبل بيكلم عن عن عالم أكثر سرامة واستبدادية بيكلم عن سيطرة للحكومة وتقدم اجتماعي محدود وفيما يتعلق بكلامنا عن هذا السيناريو بنجد يوجد توقعات مفاجئة فيه مثلا مكتوب فيه أن في عام 2010 أو من عام 2010 إلى 2012 يعني يتوقع أنه يضرب العالم وباء أن الوباء دا ممكن يقضي على حوالي 20% من السكان ويقتل حوالي 8 مليون وأن الوباء دا حيكون له أثار مميتة على الاقتصاد وحيوقف الحركة الدولية للبضائع والناس والسفر طبعا يعني ما حيؤدي إلى ضعاف صناعات تلك السياحة وتعطيل الواردات الدولية أو الصادرات والواردات على المستوى الدولي والمحلي حتى المحلي وحيأثر على الصناعات المختلفة والمباني الحكومية عا تبقى فاضية وعا تتغلق لفترات طويلة والحقيقة أن دا يعني تذكر في التقرير دا توقف اقتماما مع اللي بيحصل اليومين دول في الوباء أحيانا بتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات بسبب افتقارها إلى مراجعة المعلومات أو الدقة في اتخاذ الإجراءات بشأنها حاجات كانت مكتوبة بالشكل دا قبل كده وما حدث في هذا الوباء وما أدى إليه من العدوى الشديدة ويتم في نفس الوقت الإشادة بدول زي الصين لتصرفها بصرامة يعني وفرد حجر صحي إجباري على جميع المواطنين ويبدأ هذا التوقع في أنه يبقى أكثر إصارة أثناء الجائحة جائحة كورونا بنجد أن تزامنا مع هذا الوباء أو هذه الجائحة يضاعف قادة العالم في جميع أنحاء العالم استبدادهم حسن ما بيقول وفرض القواعد والقيود المحكمة زي الاستخدام الإلزامي للأقنعة مراجعة درجات الحرارة لجسم عندما داخل الأماكن المختلفة يعني محطات القطر مثلا محطات السوبر ماركت وحتى بعد الوباء بتظل السيطرة والإشراف السلطوي على المواطنين يستمر ويتم تكسيفه أيضا باهتمام كبير أخذوا بالكم قوي في الأول اكتسبت فكرة وجود عالم أكثر تحكما قبول واسع وموافقة شعبية طبعا بسبب الوباء أنا عايزي أقول وإدى المواطنين بنفسهم للحكومات الحق يعني في السيادة الشخصية العليهم وأخذ جزء من خصوصيتهم لهذه الحكومات الأبوية يعني مقابل أنهم يرعوهم يعني في مقابل مزيد من الأمن والاستقرار في الدول المتقدمة بنجد هذا النوع من الرقابة الصارمة اللي أخذ أشكال مختلفة زي تحديد الهوية البيومترية للجميع قياسات الحيوية المواطنين طبعي يعني ونلاحظ هنا أننا لازم نفرع بين الاعتماد على الناس وخصائصهم الجسدية والسلوكية والتصرف معهم نتيجة للوباء بنجد أننا بنخضع لمجتمع متقدم يتم فيه تحديد الهوية بقياسات الحيوية فعلى سبيل المثال يتم زرع شريحة عشان تقدر تعرف حالتك في الوقت الحالي وبيشور على رأسه عايز يقول لنا شريحة رأس والإيد بتحدد هويتك الحقيقية وده يمكن الحلم للكلمة يكون مادة كويسة ويعني ماشي مع الناس اللي ليهم تصور مستقبلي لتفسيرات الرؤية لو أن شركة أو مؤسسات مؤسسات روكفلر بتطور أو يعني بتساهم في نوع من التطوير تطوير تعريف قدرة فريدة عالمية على أساس قياسات الحيوية للبشر وزارع الرقائق فممكن ده يكون له معنى بالنسبة للناس اللي يفسروا الكتاب المقدس بطريقة مستقبلية لو أن فعلا مؤسسة روكفلر بتساهم في تطوير هذه تكنولوجيا على أساس الشيبس أو الشرائح فده ممكن يكون يعني تفسير لتنبؤهم أو اللي ما سبق ذكره في سفر الرؤية وكمان الأردينامي شوية في الوثيقة عن ما قد يحدث في سنة 2010 وإزاي ممكن تحصل جائحة عالمية وده ممكن يعني يسبب نوع من الألأ أو يعمل نوع من القشعرية لبعض الناس اللي ده بيممكن يكون من نسبلها أمر مصير للاهتمام وعايز أقول لكم كمان أنه المكتوب برضو عن ما نحتاجه في سنة 2020 مكتوب أنهنا في 2020 سنحتاج إلى تحديد الهوية الرقمية الصحيحة وبطريقة ما فيهاش غلط سنحتاجه لتحديد لدينا الحق في أننا نحصل على هوية رقمية كأمر حيوي لكل إنسان هيكون أمر مهم جدا للاقتصاد والحصول على الفرص الاجتماعية المختلفة لكن الواقع أن رموز التعريف الحالية قديمة ويجب أن تخضع للتحديث ويتم ذلك على نطاق أكتر من مليار شخص يتم تحديد الهوية الرقمية اللي مش قادرين نوصل لها النهاردة لازم يحصل قدام ولازم نعمله بالطريقة الصحة نحتاج إلى تعريف رقمي عالمي تتمكن من خلاله من يعني التعبير أو إثبات هويتك وحيبقى ده حق من الحقوق الإنسان الأساسية والعالمية لأن احنا بنعيش في عصر رقمي نحتاج إلى طريقة موثوقة لتحقيق ذلك في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه عالم الإنترنت وهي احنا شايفين ان ده يبقى هو مستقبل البشرية والواقع والواقع ان احنا كده عندنا عالمين العالم المادي والعالم الإنترنت يعني في هذا النموذج لم يعد هناك تواجد للعالم الروحي امر يعني حيكون ملائم لغاية مش كده ولا انتم شايفين ايه الغرض من المنظمة اللي بقول لكم عليها وبات تكلم عنه في سنة 2020 توقعاتها الهدف من هذه المنظمات اللي تبع روكفلر وغيرهم انه هذا الكوكب يكون مسجل في نظام واحد عالمي تحديد عالمي لهم للبشر بغرض حيعلن انه بغرض تجنب الظلم والتقدم الاجتماعي وتحت الفرص وكل اعتمادا على مبدأ الغاية تبرق الوسيلة طب ايه علاقة ده كله بمؤسسة روكفلر اه خبالك انه احنا بنتكلم كل ده عن ما اه تم اه كتاباته عن ما سيحدث في العام 2020 اه ده كله اه اساسات حطها روكفلر وبيل جيتس ومايكروسوفت وجابي التحالف العالمي جابي شركات التطايم الاساسها بيل جيتس وميليندا جيتس وحاجة مصير الاهتمام جدا ان يكون بيل جيتس مهتم بانه نعمل حاجة كده يعني تطايمات وشركات تطايمات عالمية اه وانه يكون بيل جيتس ده اه من خمس سنين يبتدي يحذر العالم قبل ما يحصل اي حاجة وباء وكده يحذر العالم من وباء وتقدر تشوف الفيديو على يوتيوب لما تشوف بيل جيتس بيتكلم عن هذا الموضوع من قبلها خمس سنين قبل ما يحصل اه وده بيوضح لنا دور بيل جيتس وميليندا جيتس في الامر بيحكي بصورة يعني فيها محاكية جام حقيقية جدا لما يحدث الان حدوث جائحة عالمية اه زي اللي حصلت قبل كده في 18 اكتوبر 2019 في مدينة نيويورك وبيتكلم ازاي نقدر نقل من تأثير وباء الفيروس التاجي الحاد وبيقول ان ده كله تم قبل ما اعلان منظمة الصحة العالمية متولن عن وباء الفيروس التاجي الحالي الحقيقة انا اخاف ان انا ادخل في الموضوع اكتر من كده لانه ممكن يتفرض رقابة على القناة دي وممكن كمان يعني ممكن يعني يتوقف يعني وحط صورة كده ممكن يعني يعمل مبين او حظر للقناة بتاعت بيقول لنا دي كنت بهذر معاكم لكن عايز اعرف عن الاشخاص اللي بيعانوا من الكوارس او اللي ممكن يعانوا من الكوارس اللي ممكن تحصل من وضع علامة على اليد او الجبهة ويرجع تاني يقرأ من سفر الرؤية ويجعل كل الجميع الصغير والكبير الصغير والكبير الاغنية والفقرة الاحرار والعبيد تتحط لهم علامة على اليد اليمين او على الجبهة وان ما حد يقدر يشتري ولا يبيع الا اللي عنده العلامة او اسم الوحش او عدد اسمه اتمنى ان انا كنت اضب معاك وانا قلتلك ده وقت ممتع وبالنسبة لناس اللي بتفسر نهاية العالم او سفر الرؤية بطريقة مستقبلية عندهم كده في اللي انا قدمت كتير من التفسيرات او التبريرات لتفسيرهم المستقبلي ويقدروا من خلال هذه الافكار انهم يدعموا افكارهم اما بالنسبة الاشخاص اللي بيفسروا الرؤية على اساس ماضي فانتو محتاجين تفكروا يعني في الموضوع اكتر كتير ومع ذلك يجب ان يكون جميع المسيحيين سعداء و يعني نفرح كمسيحيين لان ده معناه ان يعني عايزون نكتب نكتب الكلام صح وان مخلصنا بيقرب الرب بيقرب وانه قريب وان الرب قاتي قديما الماجد اللي اسمه قدوس وانا بالنسبة لي بيحتمي جدا بسفر رؤية وخصوصا الصحاح رقم خمسة من سفر رؤية والمكتوب وان انا شفت في ايد يعني رأيت في يمين تجلس على العرش كتاب من داخل ومن الخارج مختوم بسبع اختام وشفت ملاك عظيم بيكلم بصوت عالي ويقول مين يقدر يفتح الكتاب ويفك اختامه وما كانش في حد في السماء او على الارض او تحت الارض قادر انه يفتح الكتاب او حتى يبص عليه وبيقول يحن وعيط كتير بكيته كثيرا لانه ما كانش في حد يستحق انه يفتح الكتاب او يقرأ او يبصله فقال لي واحد من الشيوخ اه ما تزعلش ما تعيطش ما تصرخش اه لانه اهو الاسد اه من صبت يهوزة اه 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 اللي من نسل داود حيفتح الكتاب وهيفك اختامه السبعة وبصيت وشفت انه في وسط وشفت في وسط العرش وكائنات الحية الاربعة والشيوخ في والخروف في الوسط اه زبيح اه له سبع قرون اه وسبع عينين اللي هي سبعة ارواح الله اه بعتت في جميع انواح حاء الارض اه بيكمل وبيعلق وبيقول سيدنا يسوع المسيح هو الحمل المسبوحة اللي اخد الكتاب من ايد من يمين اه جالس على العرش ولما اخد الكتاب اه الكائنات الحية الاربعة والاربعة وعشرين اه شيخ سجدوا قدام الحمل اه ومعاهم اه معاهم كقوس من دهب مملوء بخور اللي هو صلوات القدسين عارف الصلاة بتاعتك بتروح لفين بتروح للمكان ده ويكمل بيقول ويغنون اغنية جديدة بتقول مستحقة انك تاخد الكتاب وتفتح ختومه لانك زبحت واشترتنا لله بدمك من كل اه الامم واللغات والشعوب والامم وخلتنا اه ملوك وكهنة لالهنا نحكم على الارض وهو ده الجزء الاكثر اصارة اصارة الاعجاب الجزء الجاي اللي بيقول وبصيت وسمعت اسواب ملايكة كتير حوالين العرش والكائنات الاحياء والمسنين وعداد ملايين ملايين تصوروا الملايكة قوية كلهم بصوتهم المهيب في هذا المشهد الملايين الملايين في نفس الوقت بيقولوا بصوت عالي للحمل المسبوح مستحق انك تاخد السلطة والسروة والحكمة والمجد والتسبيح ما اجمل لآية 13 وكل اللي اتخلق في السماء وعلى الارض وسمعت على الارض وتحت الارض وفي البحر وكل ما فيها كله بيقول العرش والحمل بيسبحو بيسبحو يدولو الاكرام والمجد والقوة الى الابد والى الابد قالت الكائنات الحي الاربع امين والشيوخ الاربع وعشرين ساقطوا على وجوههم وساجدوا للحي الى الابد الابدين ابيقول ايوة نعم سيدنا يسوع المسيح سيتلقى او سيتقبل التسبيح والكرام والمجد وكل ركبة ستسجد امامه له المجد لاسمه قدوس امين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة